أصبح المغرب اليوم وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة وهو ما تعكسه العديد من الأرقام والمؤشرات فعلى مستوى صناعة السيارات أصبحت بلادنا أول منتج للسيارات السياحية على السعيد القارة الإفريقية والمصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي كما تمكن من مضاعفة عدد صادراتنا من السيارات بين عام 2021 و2024 وخلال سنة 2023 استطاعت بلادنا تصنيع أزيد من 570 ألف سيارة تقريباً سيارة في كل دقيقة كما خطت بلادنا خطوات عملاقة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وصناعة البطاريات من خلال تطوير سلسلة قيم متكاملة ما مكن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال وبالموزة مع ذلك كتشد الصناعة المطبطة بقطع الطيران تطور متواصلاً يعكسه الارتفاع المتزايد لحجم صادراته كما استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين في ظل تواجد أكثر من 140 فاعل دولي في المجال ببلادنا وبالإضافة إلى كل هذا عززت المملكة موقعها كفاعل رئيسي في مجالات أخرى على غرار الصناعة الغدائية، الصناعات الكيمائية، الصناعة الدوائية والصيدلانية، صناعة النسيج والجلد من خلال الأضوار الهمة التي قامت بها هذه القطاعات لا سيما على مستوى التصديم اشتركوا في القناة